يبقى الخطوة الاولى ان انا شفت مريض سمعت شكوته شفت علامات مرضية عليه شكيت انه عنده لوكيمية الخطوة التانية عملت له complete blood count cpc and preferred blood smears شفت خلايا غير نضجة immature شفت خلايا سرطانية بلاست شفت حاجة اسمها شفت تأثر بوم مارو بالانيميا والسرومبوسايتوبينيا على طول ألجأ للخطوة الرقم ثلاثة اللي هي البوم مارو في البوم مارو هعمل بوم مارو aspiration وان شاء الله هنتكلم على التكنيك تاع بوم مارو aspiration سحب عينة النخاع العظمي حاخد العينة واعمل منها بريفرا بلاد سمير هعمل منها سمير زي البريفرا بلاد سمير يبقى بسمه بوم مارو سمير هعد الخلايا بتاعتي اللي هي البلاست هلاقيها أكتر من 30% يعني لو عديت 100 خلايا هلاقيها أكتر من 30% منهم بلاست يبقى الحالة دي بتاعتي أصبحت acute leukemia ده بتأسيمها اسمها فاب classification هنتكلم عليه بعد شوية وفي نفس الوقت فيه classification آخر تصنيف آخر ظهر بعد الفاب اسمه WHO classification قال لا انا خلي نسبة بلاست 20% كافية جدا ان انا اقول ان الحالة بتاعتي acute leukemia طيب البوم مارو هنلاقيه مليان خلايا كله عبارة عن خلايا ازاي بقى هنعرف حاجدين زي ما اتفقنا مع بعض احنا هنعد الخلايا كلها هنعد مية خلايا على الال احنا بنعد 200 تلتمية روعمية خمسمية بعد عد على قد المقدر المهم في الاخر انا هحسب نسبة مقاوية هلاقي النسبة المقاوية للاقي البلاست زي ما تشايفين كده معظم الخلايا بلاست هلاقي نسبة اكتر من 30 في الفاب واكتر من 20 في الحاجة التانية ده طبعا احنا بنشوف الايه او العد بيكون بالايل اميرشن اويل اميرشن يعني قوة تكبرها مية اما السيلولارتي فانا بشوفها بالعدسة اللي هي قوة تكبرها 10 مش عايز اشوف الملامح ولا التفاصيل طاعت الخلايا انا عايز اشوف الخلاوية فقط لما بلاقي اللي هي الخلايا هي دي كلها خلايا كل اللي احنا شايفينها دي خلايا واضح انه هو هايبر سيلور والابيض ده فات كمية الابيض قليل كمية السيلز كتيرة عشان كده سميناه هايبر سيلولار بومارو مليان خلايا سرطانية ماء 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 اشتركوا في القناة